الآن في حالة وفاق بين النظام السياسي وبين المرجعية وحالة صداقة وتعاون لا سمح الله لا سمح الله بالمستقبل لو صارت تغيرات سياسية بالعراق والحكومة مثلا اصطدمت مع المرجعية يقولوا للمرجع أنت لا تدخل أنت ما تحمل الجنسية العراقية وما يحق لك تدخل قم وطلع برا يضغطون عليه وإذا ما ضغطوا عليه هو من نفسه بعد ما رح يدخل وما رح يصده منح يكون عنده قاعدة قوية يستند عليها وما تقود المسألة إلى شجاعته وعدم شجاعته أنه هو ما عنده قاعدة حتى الإمام الخميني عندما كان بالعراق وما كان يدخل بالسياسة العراقية يدخل بالسياسة الإيرانية نعم ولذلك نشعر نفسه هو اللاجئ أو ضيف في العراق فما يحق له أو ما يتمكن بأقل شي هو حتى عندما الإمام الخميني حتى عندما تدخل في إيران ببداية الثورة الحكومة العراقية صدام حسينيان طلب من عنده أن يرحل من العراق وهو هاجر إلى فرنسا بعد ذلك ثم عاد إلى إيران فلاحظوا هنا المسألة فيها تعقيد مسألة معقدة ليس مسألة هي تقتصر على الفقه حتى نقول أنه مسألة الفقهية ما فيها مشكلة أي واحد ما بها ملازمة نعرف جنسية العالم نعرف علمه هذا عالم ولا معالم أعلم ولا غير علم هذا ويكفي المستوى الفقهي ولكن عندما تصل الأمور على المستوى السياسي لا هنا تتغير المعادلة يعني الآن لاحظوا أنتوا حتى في الحجد الشعبي بعض الأحزاب اللي مشاركة في الحجد الشعبي تقلد الولي الفقه في إيران وعدها علاقات مع إيران بس الدستور العراقي فرض عليهم أن كلهم يخضعون لقيادة القائد العام لقوات المسلحة العراقية السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء ما يجوز لك أنت حتى لو عندك دعم أو عندك كذا من بره ما يجوز لك أنت تقيم علاقات يعني تخضع إلى قيادة واحد آخر والآن في دعم إيراني للعراق ما في مشكلة في دعم وفي تعاون وتنسيق حتى على المستوى الرسمي بس إذا لا سمح الله لا سمح الله مثلا صارت مشكلة أو صار خلاف بالرأي صار ترضو مثلا لا سمح الله صار حرب على الحدود فالعراقي المسلم الشيعي مثلا خلاف سياسي هذا كيف يتصرف هو يأخذ تعليمات من إيران ولا من قيادته في العراق على المستوى السياسي ونعتقد حتى مشكلة السيد الحكيم السيد محسن الحكيم مع النظام العراقي السبوط عشتموز البعثيين كان فيه نوع من التداخل بين يعني كان عنده علاقات صداقة أو علاقات يعني معينة مع النظام الإيراني الشاهن شاهي وعندما حدثت مشكلة الشيطة العرب طلبه أحمد حسن بكر رئيس الوزراء رئيس الجمهورية كان ذي كل أيام من المرجع أن يتدخل يتوسط بين العراق وإيران نظراً لحساسية الموضوع المرجع السيد محسن الحكيم قال لا أنا ما أدخل هاي مواضيع سياسية ما أدخل بها فالحكومة العراقية شعرت أنه هذا كأنه انحياز لإيران فقامت تضغط عليه وقامت تهجرت الطلبة الإيرانيين من الحوزة في 1970 أو 69 في تلك الأيام فهذه الدخلات يعني تؤثر على القرار نحن إذن أدنى أسألة يعني أنه المرجع يكون عراقي أو يكون محلي في أي بلد هذا لألاقة بالدور السياسي المطلوب بنا إذا كان يمكن يقوم بدور سياسي وكذا يمكن يؤثر يعني يجب أن يكون يحمل جنسية هذا البلد أما إذا كان المستوى الفقري والعلمي فهوين ما يكون إن شاء الله يكون بالصين عايش إذا هو عد علم فهذا علمه ينتشر في كل مكان والآن الانترنت موجود والفيسبوك موجود والعالم كله أصبح قرية واحدة ما ينظرون عادة إلى العلماء في كل العالم في كل الجامعات في كل المعاهد أن هذا جنسية العالم ماذا؟ ينظرون إلى علمه ونحن كذلك المستوى العلمي أعود وأكرر لا نهتم بجنسية العالم إنما على المستوى السياسي وإذا كان هو يؤمن بالنظرية ولاية الفقهة أو لا يؤمن هذا إلى دور كبير في مرجعيته وفي قيادته ترجمة نانسي قنقر